السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مرة أخرى يأبى سي محمد أزين نائب رئيس مجلس نواب ورئيس حزب الحركة الشعبية أمينها العام ووزير السابق بعدما توفق في قصف الكابرانات في عقر دارهم بلغة عربية سليمة راقية اختار فيها كلماته ومصطلحاته بعناية قلت لغة عربية فصحى راقية استطاع فيها أن يختار كلماته بعناية فائقة وهي أيضا لغة مهدبة محترمة راقية لقد صدا واسعا على المشتوى العربي والإسلامي والإفريقي وحتى في العالم ويأبى هذا الرجل مرة أخرى إلا أن يقصف الأم بعد أن قصف الأبناء قصف الكابرانات في عقر دارهم وهو الآن مرة أخرى يقصف الأصل الداء وأصل كل مشاكل وأصل كل كوارث التي تعانيها إفريقيا وشمال إفريقيا وهي فرنسا حينما أصر الرجل أن يتحدث بلغة أخرى هي اللغة الإنجليزية التي يتقنها السيد الرئيس وفي هذه المرة يصره السيد الرئيس بالدارجة المغربية أنه يقتر الشمع على الفرنسيين الذين تعودوا منا أن نتحدث بلغتهم اللغة التي فرضوها علينا لغة الجهل اللغة الفرنسية اللغة التافية مرة أخرى أشكر السيد الرئيس على هذه الخرجات الرائعة التي يصر من خلالها أن يرد على الأعداء وهو ممثل الشعب أن يرد على الأعداء دائما بمستوى راقي ومستوى مهدب وبلغة سليمة وكما قال الحارس الدولي ياسي البونو أنجلي القيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله وصحبه أجمعين المستوى المستوى الرحمن الرحيم المستوى 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 الرحيم ماراكسح is indeed one of the four imperial cities of Morocco. The city was founded in the late 11th century as the imperial capital of the Almoravid Empire which is an imperial Burban Muslim dynasty that stretched over the western Maghreb and the Andalusia which was the Muslim-ruled area of the Iberian Peninsula. Needless to remind you that the Andalusian civilization stood for eight centuries in Europe stretching from modern Spain and Portugal to parts of present-day southern France. Marrakech, the Red Sand Stoned or Red City grew rapidly and established itself as a cultural, religious and trading center for the Maghreb and sub-Sahara Africa. Late King Hassan II said once, describing Morocco through the analogy of the tree and he won't like, Morocco is a tree deeply rooted in Africa with the leaves stretching over Europe. The idea here is to emphasize both.